اسم التجربة صفات الصور المتكونة في المرآة المستوية الهدف من التجربة التعرف على صفات الصور المتكونة في المرآة المستوية عناصر الأمن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استخدام الدبابيس أدوات التجربة مرآة مستوية دبابيس ورقة بيضاء مثبتة على لوح كرتون مصطر قلم خطوات إجراء التجربة نرسم خطاً وفقياً في منتصف ورقة بيضاء نثبت المرآة المستوية رأسياً في وضع عمودياً على هذا الخط نثبت دبوس ألف رأسياً أمام المرآة بحيث أنه يمثل الجسم ننظر من أحد جانبي الدبوس ألف إلى صورته في المرآة ثم نثبت دبوسين با جيم بحيث يكون على استقامة واحدة مع صورة الدبوس ألف ننظر من الجانب الآخر للدبوس ألف ونثبت الدبوسين دال ها بحيث يكون على استقامة واحدة مع صورة الدبوس ألف نحدد مكان الدبابيس ونرفع الدبابيس والمرآة المستوية نرسم مستقيماً يمر بمواضع الدبوسين با جيم وآخر يمر بمواضع الدبوسين دال ها يتقطع امتداد المستقيمين با جيم ودال ها عند نقطة تمثل صورة الدبوس ألف فتحة نصل موضع الجسم بموضع الصورة فيتقطع مع خط المرآة في ميم ويكون عمودياً عليها نقيس المسافة ميم ألف ميم ألف فتحة فنجد أن المسافتين متساوية النتائج إن المرآة المستوية تكون للجسم الموضوع أمامها صورة معتدلة تقديرية غير حقيقية معكوسة بعدها عن المرآة مساوى لبعد الجسم عن المرآة وطولها مساوى لطول الجسم كما أن المستقيم الواصل بين الجسم وصورته عمودي على السطح العاكس نسبة لتكلم نعم اشتركوا في القناة